ولمناقشة تطورات ثورة تشرين والانعكاسات عليها معنا في السعود والأستاذ نظير الكندوري البحث الكاتب السياسي أهلاً ومرحباً بك إياكم الله لجنة التظاهرات قالت إن قتل سليماني والمهندس لن يبيض صفحة واشنطن لدى العراقيين يعني ألا تتحمل واشنطن مسؤولية كل ما يجري في العراق بعد الاحتلال منذ عام 2003 حتى اليوم نعم هذا واقع حال يعني ما أجرمته يعني الولايات المتحدة بحق العراقيين الشيء الكثير وقاسم سليماني نفسه المجرم الذي ارتكبت جرائم ما هو إلا إحدى مفرزات الاحتلال الأمريكي للعراق وإلا من سمح للتوغل الإيراني ومجيء مثل قاسم سليماني وغيره وقادة الميليشيات كلها في العراق لتعيث في البلد فساداً وتقتل أبناء لو لا الاحتلال الأمريكي فهذا الفعل الذي قامت به الولايات المتحدة لا يغفر لها ذنبها وهذا الدمار الذي حصل في العراق بسبب هذا الاحتلال الأمريكي نعم من ناحية أخرى المتظاهرون أكدوا بشكل واضح رفضهم استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران وهذا متوقع كما تعرفون وقد بدأت بعض المؤشرات وبعض العمليات اليوم وربما تزداد في الأيام القادمة هل أولاً ما موقفكم من موقف المتظاهرين كيف تنظرون إليه؟ نعم أنا أرى أن هذا الموقف الذي عبر به المتظاهرين عن رفضهم لجعل العراق ساحة صراع دولية ما بين الدول المتخاصمة هو موقف وطني ويعبر عن ما يريد الشعب العراقي فعلاً وإلا هناك خصومة على النفوذ في المنطقة ما بين الآن إيران والولايات المتحدة ماذا بالعراق أن يدفع الثمن؟ الآن حتى القتال الذي يحدث بين الطرفين يكون بدماء عراقية يعني هؤلاء الذين في الحشد الشعبي الذين ذهبوا إلى الحشد من أجل الراتب ولقمة العيش هم عراقيون يعني صحيح أن قادتهم ولاءهم مئة بالمئة إلى إيران لكن الدم عراقي الآن الدماء التي تتسفك دماء عراقية والبنى التحتية التي تتحطم هي عراقية بالتالي إيران لا تخسر شيء حينما تحارب الولايات المتحدة بأدوات عراقية وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة هي تحارب إيران ليس في أرضها ولا بجنودها تحاربهم بالعراقيين وهذا سبب المشكلة الكبيرة إن كان هناك صراع ففضوه بينكم في خارج الأراضي العراقية لكن أنا كما أقول هناك توصيف للحالة التي الآن في العراق العراق الآن أشبه بالكعكة أو الشيء السمين الذي يتصار عليه سراق والسراق الآن هنا هو الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني هم يتخاصمان على الحصول على النفوذ الكامل في هذا البلد هذه حقيقة الصراع الذي الآن هو موجود بينهما طيب من المستفيد برأيكم أستاذ النظير من جعل العراقيين وقود لهذه الحرب الأمريكية الإيرانية طبعا بالمحصلة هو المستفيد من هو أوصل المنطقة إلى هذه الحالة من هو من جند العراقيين إلى هذه الحالة بدليل أنه ترى الذين يمسكون السلطة في العراق الآن كانوا يتقصدون أن يرفعوا مستويات البطالة ذلك لدفع الشباب إلى التطوع في هذه الميليشيات أو الأجزة أمنية ولكي يكونوا بالمحصلة هم وقود لأي حرب تريد إيران شنها على أي طرف من الأطراف لذلك المستفيد الأوحد في هذا الأمر النظام الإيراني ومن ثم يأتي بعد الولايات المتحدة فهما لا يعيران للشعب العراقي أي اهتمام بل ربما مصالح الشعب العراقي هي آخر أولوياتهم هم يحاولون الحفار على مصالحهم في هذا البلد ولكن على الشعب العراقي وانطلاقا من هذا الأمر بأن إن كانت لديكم مصالح في العراق فيجب أن تكون أوليتكم الشعب العراقي ومحاولة خروج من الوصاية سواء كانت إيرانية أو أمريكية هل تعفى الولايات المتحدة الأمريكية على ذكرها أستاذ نظير من مسؤولية ما جرى في العراق من مآسي وغيلات جراء مقتل أو بمقتل سليماني؟ نعم أنا أؤكد لك بأن كل المصائب التي دخلها العراق ليس منذ 2003 إنما منذ الحرب الأولى 1991 قامت الولايات المتحدة لم تحارب الجيش العراقي فقط ولا لأنه هناك كان حادثة الكويت إنما الأمر كان هناك مستهدفة الدولة العراقية نفسها والبنية التحتية العراقية نفسها لكي لا تقوم للعراق مرة ثانية قيامة لذلك حتى في 2003 عادت الكرة التي فعلتها في 1991 بل جلبت هؤلاء الذين كانوا في إيران ويسولون في دول العالم لكي تنصبهم كحكام للعراق وهؤلاء تولوا المهمة بحيث مزقوا للمجتمع العراقي بالتالي التهمة الأخلاقية التي تلحق بالولايات المتحدة تهمة كبيرة لا تختفر وهذه العملية لا تكفر عن سيئاتهم لكن في حالة واحدة إذا كان الولايات المتحدة رادع أخلاقي أو شيء من الاعتداد بالنفس بأنها دولة كبرى في العالم عليها واجبات إخلاقية أن تصحح ما فعلته طيلة هذه السنين والتصحيح يكون بطرد هذا المتسلطين على الحكم وإرجاع الحكم لأهله للشعب العراقي اليوم الميليشيات اغتالت ناشط مدني في التظاهرات وكانت هناك أيضا محاولة لاغتيال آخر وأصابته بطلق ناري هل سنشهد في الأيام المقبلة تصعيد ضد التظاهرات؟ نعم أنا هذا ما حذرت من قبل يوم وأثناء الحادث الذي حصل بعد اغتيال قاس سليماني قلت أن أحد أكبر الخاسرين في هذه المسألة هو المتظاهرين السلميين كون أن أرد الفعل الميليشيوي ماذا سيكون؟ سيكون بإشاعة الجو الحربي جو المقاومة للاحتلال الأمريكي كما يدعون وبذلك أي صوت يطالبهم بالإصلاح أي صوت يطالبهم بمحاربة الفساد يعتبر عميل أمريكي وبالتالي أنت خائن لتخوين هؤلاء الشباب لذلك منذ اليوم الأول دخلت عليهم ميليشيات حزب الله بالسكاكين والصواطير لكي يصيبون المتظاهرين واليوم هناك عمليات اغتيال وهذا المسلسل ربما يستمر بوتيرة أعلى يعني هنا يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف حازم في حماية هؤلاء المتظاهرين العزل وإلا ربما هذه الميليشيات ستفتك بهم بتهمة أنهم موالين للولايات المتحدة أو لغيرها من الدول وهذا يطرح سؤال عن مستقبل الثورة والتظاهرات أستاذ نظير في دقيقة واحدة أنا أقول أن هذا الحراك لن ينتهي وسوف يستمر لكن هذا لا يعني أنه سيتحمل ضريبة أعلى وأكبر من قبل الميليشيات وعلى الولايات المتحدة التي بدأت هذه الجولة جديدة من التصعيد أن يكون لها دور في موضوع حماية هؤلاء المتظاهرين ولو على الأقل بموقف واستحصال موقف أممي من الأمم المتحدة لحماية هؤلاء المتظاهرين شكرا جزيلا لك أستاذ نظير الكندوري الباحث والكاتب السياسي كنت معرف الأسعودين شكرا لك شكرا لك